تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع خمسة ألاف وحدة سكنية وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية أعلن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء توزيع مشروع وحدات مدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية وقال سعادة الوزير إن إجراءات توزيع وحدات مدينة سلمان ستستمر على مدى أسبوعي مدينة سلمان مدينة نموذجية تتمتع بإطلالات بحرية متميزة وحدائق ومتنزهات حازق طنوها على وحدات إسكانية تضم العديد من المرافق التي ترتقي إلى ضموحات الأسرة البحرينية اليوم وزير الإسكان سولي تلفون خبروني حق إنه في بيت طلع حق الولد أنا أبو الولد طبعاً طبعاً أشكر جهود وزير الإسكان على الأشياء هذه ممتازة جداً ممتازة ونسكوا لي الأحقاد وشيوهنا كلهم تجان راسني الله يحفظهم ويطولوا بعمارهم يعني ما قصره بصج يعني حتى أولي مستانس فرحان أنا يوم دار عن الموضوع دي يوم كلمت بالتلفون وكان مسافر وفرح وايد جداً ممتاز استانس وما قصرته والله خدمة طيبة واجراءات سليمة والحمد لله كل شيء والوحدة ما شاء الله عليها يعني مكانها جميل وشيء حلو يعني ارتحت صراحة والله واحد ارتحت فيها مرافق واحد يعني ومرافقة حلوة كل شيء يجرب منه يعني والحمد لله على كل حال والعهد ما قصر سارة حق المواطنين والحمد لله رب العالمين أنا حصل لبيت بسرعة ما توقع بها السرعة حصل في حق وحدة سكنية هذا المشروع يعد احد اهم المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيض امر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ببناء اربعين الف وحدة سكنية بالاضافة للالتزام الاسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي حبيت اشكر ولي العهد واشكر جلالة الملك والحكومة على توفير الخدمة وطبعا الحمد لله طبعا فلا ولا خير ومشكوري ما قصروا ثني على سرعة الاجراءات اللي سواها لنا خصوص ان الواحد المنتفى يحصل فهي السرعة وصراحة مستنسين يعني ما عارفة عبر فلون عن شعوري دس فارحة يعني يحس فيها كل مواطن يحصل هاي الوحدة السكنية مشروع الوحدات السكنية لمدينة سلمان يعد سادس المشاريع الاسكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في اطار البرنامج الزمني للوزارة لتنفيذ امر سم ولي العهد بتوزيع خمسة الاف وحدة سكنية موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة توزيع الوحدات الاسكانية متواصل في مختلف محافظات المملكة اذ يأتي ملابيا لتطلعات الحكومة الموقرة في توفير السكن الملائم لكافة المواطنين خلالي جرينيز لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر